أفكر أشوف لك إنت جايد في مصاري برج الثالث فأنت لا أجد عيني عليها باحتمال أنه عندك فرصة مالية أو أنت شايف هذا الشخص فرصة بالنسبة لك باحتمال أنه يكون هذا الشخص جديد ليش من المواضي لأنه أنت زي متجمد المشاعر أو أنت في طقتك برج الثالث هون يحكو لك إحنا معاك ملاك الروحة أنا معاك في وقت الحاجة لما سعدت قلبك على الشفاء فأنت أحتمل أن أنت صامت حتى مشاعرك صامت كل إشي صامت فيك متجمد أنت في طقتك متجمد وهون برده أنا حبيت إلى الكاتر أنه بعرفش حسيت أنه بروح إنكو المستشار رئيس الملايكة عن إزرائيل أنت مستشار طبيبا يستفيدي كثير من الناس التواجهات والطمأنينة نعم 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 خيور. شوف لك انت عندك شاف لشخص او انت منجذب لشخص لكنك صمت. انت منجذب لهذا الشخص. هم بحكولك ان السين كويت جوي. ايه خلي روحك تغني تنطلق. انت ناخد لك كمان. انت ناخد لك كمانتها وبنبالج خطرها. ارتباط حياة كيف الحب يصعد الى مستوى عادي من الارتباط. ايه اذا كانت هذه العلاقة جديدة فهذا الشخص نعوي. يتقدموك. طيب. ما رشي استحملوه شوي جماعة. ما شايت هذا الشخص مشار مقلوب وهو مش مقلوب. اعلى ومقلوب شكل هذا الشخص. احتمال انت منجب الشخص وعندك شغل وهو بنفس بات هو بده بحز بشرف من ناحيتك. و لازم انت تظهر هذا الشيء. او بتسمح انت تغني في هذا الشخص. انت بالفعل تفعل ذلك. توقف عن الافراض في التفكير. استقر في مواجهة الشملة الحقوق. انت عن جدل تفكير في الارتباط. توقف عن التفكير و افعل. بلش. حلوات الكروتة في الارتباط. و انت صارت وهو صارت و ارحل شو تسمع. هو في طاقة الهاي برس. مع انه انا مش شاف انه في الطاقة عند العامة. او طاقة الكروت سطح الارتباط. انا شاف انه جاء عليك. لكنه هو لسه تفك في الموضوع. احتمال هذا الشخص يكون في طاقة التباط. لانه حاسس حلو انه خارج من طاقة الحناس. او البداية الجديدة. هو خائف من البداية الجديدة. الشخص هذا احتمال يكون شخص جديد ع حياتك للبعض. و اذا كنت في انفصال فالشخص هذا حاسس انه فقد الفرص معيك. وهو فقد الحماسة و فقد السعادة في هاي العلاقة. انت انه حاسس انه خلص زي انتفى من ناحية. انتفى شغلته من ناحية هاي العلاقة. فواشاك نفسه انه يمكن لازم اقضي فكر كتير نيح ويتباعد لحتى يقدر يسترجع طوار حماسته و الدفء لهاي العلاقة. احتمال الشخص هذا عنده اطفال. هاد الشخص هو يمكن مشغول في عمله و في انجازاته. في عنده شيء هو مبتم فيه. هيك هو شوية متباعد فاقد الحماسة في العلاقة. او فاقد الحماسة في العلاقات عامة. انه هو زي باعه. الشخص هذا عماله برجة يوقف على اجريه من اول وجديد. برج السيطن و برج الطور. برج الحود. برج الاسد او القوس الحود. و برج الدم اللي هو انت و برج الطور. هذا الشخص هو قيادي بالعلم. يعني شخص يحب انه يقول بمشاعره. لكنه مختفي او متباعد عن الانظار. لانه يحبه دايما يبين انه ملك. وهو قيادي جدا. لكنه حاسه انه فاقد حماسة احتمال اتجاه العمل. او احتمال اتجاه العلاقات. او فاقد الامر في البداية في علاقة جديدة. لانه هو بفكر انه يتجاهلك لكنه لسته يعني متعلق. بين انه يقدم ها الحطوة او يتباعها. اتجاه العلاقات. طيب. الشخص هاده مشاعر من نحيطك الفورف كبس لك المخلوق. الشخص هاده حاس انه فيه يعني مش قادر قدم فرصة. او قدم فرصة من انبت الكاس عروسه. الشخص هاده. الكارت طبع نفس الاشي في طاقته ونفس هو المشاعر من نحيطك. او حاسس في الهايابيستان انه في طاقة الكاهنة. عشان يعني بالعرض احسان. اه حاسس انه اه تقدم فرصة لكنك انت يمكن انت تكبارك عليه. حاسات شو بالكبر عليه. او حاس انك انت لازمك اه حماسة اقوة. لانه قدم عرض ولكن اه كان انت عندك عروض اخرى او عندك ماضي ممكن قاعد تتفكر كتير عشان تقبل هذا العرض وهو حاس ان رفضك للعرض هو ترياء منك او غرور منك او انت بدك اشي اكتر اكشم اكتر حماسي اكتر. حاس ان الطاقة هاي متشهق لك. طاقة من نحيتك انت. فهو عشان هيك فاقد الحماسة من نحيتك. طيب هو كيف شاهد مشاعره? ومشاعره انه كأنه قدم عرض فانت رفضته او هو خلينا بس اشوف اكتر لان ما جنبه بسبب يحس بالغدر او ويحس انه بالاسف. هو فعلا يحس بالاسف. اه هو قدم لك عرض لكنه حسك انك انت متجمد المشاعر. ما تحركتش في هذا العرض. او ما تقولتش هذا العرض. اطلعت عليه بترفع عميك وماء بيبته. هو حاس انه كأنه الكاسة انكبت. انت او انت زي رافض كل الكبايات حتى الماضي وكل شيء كل شيء. كأنك رافض العلاقات. لانه هو متحير انه انت ليش رفضت هاي الكباية. هو في حالة التحقيق مع الزاد. او في حالة الشك. الشخصة لشاكك انك انت مريك في ماضي مقلمت. لهيك انت رفضت الكباية ترعته. زي ما حكيت لك انت رفضت الكباية ترعته. هيك هو انا شايف هو قدم لك عرض وانت رفضته ومشيت لقدامه. تركته ومشيت. لما اذا شخص زعلان من الماضي كمان. اه بدش اقدم ولا عرض ولا كباية. لما اذا شخص كان في ماضي في حياته ورحل. هو حاس نفسه انه كان طيب. طيب ماضي مع شخص اخر غيرك. ولا البعض منكم معيك. هو شايف انه قدم عرض وانت رفضته وتركته وروحت. طيب. هو كيف شايفك? هو شايفك مطنش يعني عن جد انه برضو انه ربطها بقعاد. هو شايفك مطنش. قدم لك عرض وانت ما قابلتش. حتى ما فتحت الشهادة بعرض او شفته. نهائيا. وشايفك انك انت سكتت ما عطلتش لحقه لبطن. وشايفك انك انت زي يعني مسلا بعد لك هدية حطيتها على جهة وضلت رايحة يعني ما تتحتش من هدية. وهو شايفك انك انت مطنش ومكابر جدا. وجامد. جامد. جامد جدا جدا شايفك. وشايفك انك انت يعني عندك شوية كبر. انه على العرضات اللي بتجيك. برضو نفس الاشي. عن جد. على فكرة الشخصة ده قدم لك عرض. وتركك وراح. انك انت تنشطة للعرض. وقرر انه يمشي لقدام. لانه زعب. انه مصن لك. يعني اخد ع خاطره منك. وشخصة زعلانة. انه قدم لك عدو انت رفضته. اه طب انا اشوف انت ليش رفضت هده العرض. مش عارف ازا هو من الماضي شخص من الماضي بس لا انت معجب فيه. مش حاسة من الماضي. هلها دي الشخص من الماضي يا برج التالي. اعتماد كنتو في زواج وانفصلتو عن بعض في زواج. بحتمال ان تكون جديد. يعني تزبط على احتماليهم. عريس جديد تقدم لك شخص طلب منك الزواج وانت رفضت. والشخصات طلب منك الزواج وانت رفضت. او طلب منك انه ترتبط مع بعض وانت رفضت. ممكن عريس قديم. وطلع معنا هون انت بتفكر فيه. واحتمال تقولوا انت كنتو في زواج. وكان بينكو حب وقلفة ومشاعر فوق ده وانفصلتو عن بعض بسبب اه انه اه الشغف. احتمال انه انطفق الشغف فيه على وقتكو. وبتلعبتو عن بعض وانفصلتو. لكن برضو هون ان الشخص اقدم لك عرض زواج. او رح اقدم لك عرض زواج. انت على كده رح تعرف. هون برج الطور برضو برج الطور طغلع بقراءة هون. طيب هو شايفت انك انت هادئ وصامت. هادئ وصامت. وشايفت انك انت سنجل مش مرتبط. مش في ارتباط او مش في زواج. واحتمال تكون انت اه عقلك مش في العلاقات. عقلك في في الاشياء المادية والاستقرار المادي. شايفت انك وحيد. فيش ناس بتحيط حواليك. انت لحالك قاعد لحالك. وكأنك انت بس عقلك بسم مادية. مش لانك انسان مادي لأ. لانه انت حاسك ان انت عندك كده فبدكش تحتاج حدا. ما بدك تحتاج حدا. هو شايفت انها عندك الكبير. نوع من الكبير. الكبرياء. الكبرياء. مش كبيرت النفس. لا الكبرياء. بسمحلكش انك انك انت بتروح للشخص. بسمحلكش انك تحتمت ايدك لشخص بتطلب المعاون او ايشي انت محتاجة. بارد امصمم. بقولك بحبك. بقدملك هو انا عشيش اقدمت لي الناس انا بحبك. هو بدي زواج واستقرار. هو شايفك انك انت تصلح للزواج والاستقرار. هو شايفك انك انت تصلح زواج. زواج وتصلح تكون رب اسره. وكمان تشاركه بمشروع. والشخص هذا بدي معك زواج. وشايفك ان انت تصلح للزواج. وانك انت متكامل. وانك انت بارع في انك تتحكم في عقلك وقلبك. وكأنك انت بتعرف توازن بين عقلك ومشاعرك وقلبك. وشايفك انه انت شخص اسطوري. اسطوري في الحب. اسطوري في العمل. اسطوري في كل شيء. او قديم نوعا ما بتحب الاستقرار. ازا يعني مش مثلا بحكوا ان الاشخاص هاي الايام بس لا الاستقرار المادي. لأ انت زي استقرار اسري واستقرار مادي. يعني تاع الحب الاستقرار المنزلي. فالشخص انا معجب شخصيتك جدا لكن بخيت منك. وقرب منك لكن انت رفقته. وقدر يطلع انا مسك الكاسة وقولي يعني كلا انا بحب اه انا بديك طيب شو نوايا من ناحيتك. الشخص انا الوايا يتباعد شوية عندك. الشخص انا الوايا يتباعد. ويفكر في الموضوع. ويقدم لك كمان عرض. بس بدا يجيك عهيئة شخص قوي. وشخص جميل جدا وهو كامل المواصفات. بش اصلا بحبت جدا. بديه يقدم لك عرض. وينتظرك رح يحكي لك على قلم مهلك تجاوبش مسلا هالاية. لكن اه فكر منيه في الموضوع اللي رح اعطيك اياه ورح يقعد ينتظر منك جوايا. مش رتحسل في كارتون وليلا. واقع حاسي. حاسي ما فكرت. يما. بخبلتين برو. لآي خلاني اعجبك. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر